اهلا وسهلا بكم مساء الخير أو صباح الخير السلام المسيح معكم خلينا هاليوم نكمل بتأملاتنا ورح نقرأ من مزمور 103 من عدد 4 إلى عدد 5 موضوعنا هاليوم هو يجددك النصر شبابك العدد 4 مكتوب الذي يفدي من الحفرة حياتك الذي يكل لك بالرحمة والرأفة الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النصر لشبابك نتيجة للآية اللي قرناها انه راح يكون تجديد لكن مو اي تجديد التجديد على طريقة النصور النصر هو ملك الطيور ومن صفاته انه يكون دائما في الاماكن العالية ومن يكبر يصعد فوق الجبال العالية ويبدي ينتف الريش ويبقى هناك لوقت اللي يطلع ريش جديد ومن يكون الى ريش جديد يكون الى قوة جديدة وكأنه يرجع شاب وقوي هذا الوعد إلك وإليه اللي بيفدي من الحفرة حياتك وحياتي واللي بيكللنا بالرحمة والرأفة واللي بيشبعنا بالخير عمرك ويجدد مثل النصر شبابي وشبابك النصر معروف عنه انه هو ما بيطير لكن هو بيتحلق هو بيفتح جناحه والريح بتشيله الى الععالي هاليوم احنا ما محتاجين نعمل اشياء كثيرة غير انه فعلا نفتح قلبنا للرب وهو يجي ويجددنا ويغطينا قوة وبعلا نقدر نتذكر ونشوف خيراته وبركاته على حياتنا اذا انت تعبان هاليوم تعال واتجدد بالمسيح يسوع اذا انت مرهق هاليوم تعال وانطيه وخليه يطيك القوة انه تتحلق في السماء هاليوم هو يوم التجديد صلوا اياها الصلاة القصيرة يا رب يسوع انت بتشوف تعبي انت بتشوف ارهاقي انت بتشوف فقدان الامل والرجاء بحياتي لكن على كلمتك يا رب هاليوم جاي ويقول لك يا سيد انطيني قوة جديدة جددني يا رب قويني ساعدني يا رب بالأيام المتعبة اللي دا امر بيها باسم المسيح يسوع صلي امين امين الرب يباركك ويعطيك قوة جديدة بالأيام الجاية قوة جديدة بالأيام الجاية امين 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 شكرا